مرحباً جميعاً 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 جم لدينا هنا جمع عددين لهما نفس الإشارة إذن ناقص ناقص يعطينا عدد له إشارة ناقص نفس إشارة العددين يعني ناقص ونضع مجموح العددين إذا كان لدينا زائد زائد إذن نضع زائد ونجمع العددين لكن إذا لدينا إشارتين يعني مختلفتين ما زالنا ناقص مع الزائد أولى الزائد مع الناقص إذن هنا لدينا الجمع فنأخذ إشارة العدد الأكبر ثم نقوم بفرق العددين اتفقنا إذا إلي عدنا نفس إشارة كنأخذ نفس الإشارة ونأخذ جميع العددين إلي عدنا إشارات مختلفة كنأخذ إشارة العدد الأكبر ونأخذ فرق العددين إذا هذه هي القاعدة المهمة في الدرس إذا إن شاء الله نبدأ بالإكزارس 1 إذا سبقها وأنني خدمت لكم التمارين باش من نعطلش عليكم ونطول عليكم لفيديو إذا 13.9 زائد 7.3 تساوي 20.5 إذا هذه سهلة جدا لدينا مجموعة عددين موجبين يساوي عدد موجب البي ناقص 33 زائد ناقص 10 إذا كما تلاحظون لدينا هنا نفس إشارة الناقص إذا سنأخذ إشارة الناقص ونضر جميع عددين إذا ناقص ونضر 33 زائد 10 ستعطينا ناقص 43 ستعطينا ناقص 3 زائد ناقص 5 إذا نجمع نفس الإشارة إذا نضر نفس الإشارة ناقص ونضر 3 زائد 5 إذا 3 زائد 8 مع ناقص كتغطينا ناقص 8 ستعطينا ناقص 190 زائد ناقص 15 إذا نضر ناقص ناقص ستعطينا ناقص 205 إذا كما قلت لكم جمع عددين هم نفس الإشارة ستعطينا نفس الإشارة ونضر فرق العددين ستعطينا إشارة مختلفين ستعطينا في الإشارة الثاني سنضر إشارة العدد الكبير ونضر فرق العددين ستعطينا ناقص 2 نفس السؤال كالكولي إذا كما يطلع هنا يعدنا إشارة مختلفة إذا هذا هو التمرين أعطينا ناقص 1 زائد 4.5 إذا كان قارن 1 مع 4.5 كان حيث إشارة وكان قارن الأعدد أعطينا 1 مع 4.5 إذا 4.5 هو الكبير إشارة مجابة إذا سنضر زائد ونضر عدد كبير ناقص صغير يعني 4.5 ناقص 1 اللي تعطينا 3.5 بالنسبة للبيع عدنا 15 زائد ناقص 6 إذا قارن 15 مع 6 لعدد أكبر 15 سنضر إشارة مجابة ونضر 15 ناقص 6 اللي تعطينا 9 بالنسبة للس عدنا ناقص 17.6 زائد 7.2 إذا 17.6 أكبر من 7.9 بالتالي سنضر إشارة 17.6 اللي هي إشارة سالبة إذا ناقص ونضر فرق العددين حيث عندنا إشارة مختلفة إذا العدد الكبير ناقص لعدد صغير 17.6 ناقص 7.2 كتعطينا 10.4 مع ناقص إذا النتيجة هي ناقص 10.4 على الغد ناقص 11 زائد 11 كتعطينا 0 لأن الناقص 11 مقابله هو 11 والتمرين لأنه مجموع عددين متقابلين يعطينا 0 على الصمد ناقص إذا نعطينا 170 زائد ناقص 173 إذا لدينا إشارة مختلفين زائد مع الناقص كتعطينا إشارة ننتقل الآن إلى الثالث عفوا إذا لدينا إذا سنتمي الفراغ بالعدد المناسب إذا نقلب لأنه جمع عددين متقابلين يعطينا 0 إذا ناقص 4 زائد كم يعطينا 0 إذا ناقص 4 سنأخذ المقابله ناقص 4 هي 4 بالتالي ناقص 4 زائد 4 تعطينا 0 ثلاثة تفاصيل خمسة هذه ناقص مقابل ديالها اللي هو ناقص 3.5 باش نحصله إلى 0 7.4 زائد كم يعطينا 0 ناقص مقابل دياله اللي هو ناقص 7.4 إذا كما تلاحظوا هنا ملي كتلاقوا لنا جوج إشارة زائد و ناقص ضرور ما كنديروه انتخبارونتاز العكس هنا في البديد أنه ناقص 3.5 بلا أقوص لحيط ما عددنش جوج إشارة تلاقي ناقص 12.5 سنزيد عليه مقابل دياله اللي هو 12.5 و نحصله على 0 إذا ناقص 24 إجزارس 4 كمبلته بإشارة زائد أو لناقص حسب النتيجة كما نحصل على السفر نأخذ المقابل إذا ناقص 13 زائد مقابل يعني زائد 13 كنحصله على السفر 17.5 زائد 17.5 كنحصل على السفر نضع مقابل اللي هو الناقص انتفقنا إذن 17.5 ناقص 17.5 يعطينا سفر من نسبة هنا لدينا 30 زائد ناقص 30 يعطينا ناقص 60 إذا نضع ناقص 60 هنا كنحصلنا نضع ناقص بشكل ناقص مع ناقص يعطينا ناقص و نضعه مع العددين زائد 30 يعطينا 60 زائد 77.5 زائد 77.5 يعطينا 155 إذن بالتالي ستكون هنا إشارة زائد لأن إلا درت إشارة ناقص يعطينا 0 نضعه إن شاء الله يلتمرين 5 نضعه نكمل هذه المتساويات كم زائد 5 يعطينا 9 إذن هذه بينا هي 4 إذن 4 زائد 5 يعطينا 10 ب كم زائد ناقص 7 يعطينا ناقص 2 إذن كما تلاحظوا هنا يعطينا إشارة عدد سالم إذن ناقص 2 إذن أوتوماتيك مو ناقص يكون لدينا 1 العدد لي كيكون صغر باش ناقصنا منه 7 يعطينا عدد سالب إذن هي 5 خمسة خمسة ناقص 7 يعطينا ناقص 2 لأننا نخطي الإشارة لعدد الأكبر اللي هو ناقص 7 إذن ناقص ونضعه 7 ناقص 5 يعطينا 2 إذن إذن ناقص زائد 11 زائد كم يعطينا 3 إذن إشارة الزائد بالتالي هنا يجب أن يكون عدد سالب ويكون أصغر من 11 اللي هو ناقص 5 إذن 11 ناقص 5 يعطينا 3 ناقص 4 زائد كم يعطينا 12 إذن هو 16 إذن هذا ما يتعلق بالحساب الوقت 16 ناقص 4 يعطينا 12 ناقص 5 ناقص 5 الزائد 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 حاند нуть يشged إلى وغير sell ثلاث regime ناقص 3 ثلاث ثلاث ناقص 3 ثلاث 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 الدون ناقص غطانس تهاتي الدون ناقص غطانس ناقص غطانس ته os ناقص 0.1 ناقص 0.1 ناقص 0.1 ناقص 0.3 ناقص 0.3 ناقص 0.3 ناقص 0.4 يحتاج منكم التركيز والحساب فقط ناقص 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 0.3 ناقص 0.3 ناقص 0.4 ناقص 0.5 ناقص 0.5 ناقص 0.3 ناقص 0.3 ناقص 0.3 ناقص 0.3 ناقص 0.5 ونستخدم 0.14 وعندما نستخدم gender ناقص 0.5 ناقص 0.4 rounding 1.5 نعم the flow ناقص خمسة زائد خمسة يعطينا صفر وصفر ناقص اثنان يعطينا ناقص اثنان وناقص اثنان زائد كم يعطينا ثلاثة اذا زائد خمسة ناقص اثنان زائد خمسة يعطينا ثلاثة وغد نهفطه دابة ناقص اثنان زائد كم يعطينا خمسة ناقص اثنان زائد سبعة يعطينا خمسة وناقص هذه ناقص ناقص سبعة زائد سبعة اولا ناقص اسمعة سبعة مزيدة نعود سبعة فقط فقط تركيز والحساب نكمل الجدول ناقص اسمعة ناقص اسمعة ناقص واحد ناقص اسمع ناقص ثم ناقص ثم نخرج جميع العددين وهو 8 ناقص 7 زائد 4 هنأخذ إشارة العدد الأكبر اللي هو ناقص وندروا 7 ناقص 4 هي 3 نفس الطريقة ناقص 7 ناقص 6.5 ناقص 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 وندروا لجميع العدد نحصل على 13.5 ناقص 7 زائد 10 إشارة مختلفة هنأخذ إشارة أكبر اللي هي زائد إشارة 10 وندروا 10 ناقص 7 هي 3 لتفاصيل 5 زائد ناقص 1 هنأخذ إشارة 3.5 هي مجابة وندروا 3.5 ناقص 1 هي جوج فاصلة 5 3.5 زائد 4 هي 7.5 3.5 ناقص 6.5 ناقص إشارة العدد الأكبر اللي هو 6.5 ناقص وندروا 6.5 ناقص 3.5 هنحصلوا إلى ناقص 3 3.5 زائد 10 هي 13 فاصلة 5 ناقص 2 ناقص 1 ناقص ناقص إشارة غاظ ناقصة 2 وندروا جوج 2 عفوان زائد 1 اللي هي 3 ativo جواب هو ناقص 3 ناقص 2 زائد 4 إشارة مختلفة ناقص، و نوع من مجابة يعني 6.5 زائد اثنان هي ثمانية فاصلة خمسة النتيجة هي ناقص ثمانية فاصلة خمسة ناقص اثنان زائد عشرة ناخد عود ثاني نفس اشارة العدد الاكبر اللي هو عشرة اذا زائد وندروا ناقص اثنان ناقص اثنان هي ثمانية نتمنى تكونوا فاهمين هاد القواعد اللي تنطبق هذا ما القواعد اللي شرحت لكم في البداية ديال الفيديو كالكولي سنحسبوا الى اعدام كما تلاحظوا هنا اذا ما قلنا Adam ناقص ثلاثة زائد ثلاثة يعني 0 نقص ثلاثة زائد ثلاثة تعطينا السفر وخمسة عشر نقص خمسة عشر تعطينا السفر النتيجة ستكون هي السفر أو نجمع الأعداد اللي عندهم نفس الإشارة لأن كما قلنا الزائد تبادلي إذن فترة الأول ونشير من الأوبرازيون الزائد من اللي كي قعدنا للأوبرازيون نستطيع أن نغير الزائد دينا نستطيع أن نغير نحن نضغر ترتيب الأعداد لأنه يمكنقنا أن ندره نقص ثلاثة نقص خمسة عشر نقص خمسة عشر وخمسة عشر زائد ثلاثة ستضعى نقص ثلاثة ونتحصل على نفس الشيء نقص ثلاثة نقص ثلاثة سفر نقص ثلاثة ثلاثة فاصلة ثلاثة ثلاثة ممكن نبدأ لأعداد المجابهية اللي والعزى لأعداد السريبة نحصل على نقصnga زائد ثلاثة فاصلة سبعة زائد سبعة فاصلة ثلاثة كنت تعطينا احدى عشر نقص سبعة زائد احدى عشر سنأخذ إشارة العدد الأكبر زائد فرق العددين احدى عشر نقص سبعة فنحصل على أربعة بالنسبة السي نقص خمسة وسبعون زائد أربعون زائد نقص خمسة وعشرون اذا ممكن نبدأ بالإشارة السليبة عددين السليبين ونجمع كل عددين على حدة اذا نقص خمسة وسبعون زائد أربعون تساوي كم؟ اذا نقص مع الزائد سنأخذ الإشارة العدد الأكبر سنأخذ إشارات نقص ونضي الفرق زائد نقص خمسة وعشرون ناقص 75 ناقص 40 هي ناقص 35 زائد ناقص 25 إذا ندب ناقص 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 جمع العددين إذا 35 زائد 25 اللي تعطينا ناقص 60 إذا النتيجة هي ناقص 60 إذا نمر إلى تمرين المولي 80 عشرة إذا نتخنص فورمي السوستراكسيون السويفونت وناديسيون وإفكتوي الكالكول إذا إلي عدنا السوستراكسيون نعني عملية سطرح كنحولوها لعملية الجمع كيفاش كنكتبو العدد الأول كما هو إذا سابعة هي سابعة زائد سابعة كنحطا كما هي ناقص كنحولو الزائد إذا نتخنص فورم السوستراكسيون وناديسيون وهذا الدوزيان ممبر كنكتبوه لوبوزيجيال ألوغ لوبوزيجيال دوزيان ممبر دونك هنا عدنا زائد ثمانية غيكون ناقص ثمانية ونطبقو القاعدة العادية دونك عدنا زائد ناقص غنناخدو إشارة الأكبر اللي هي ناقص ونضيرو فرق العددين ثمانية ناقص سبع كتساوي ناقص واحد نفس الشيء هنا عدنا ناقص حداش زائد 4.5 خدي تساوي ناقص حداش زائد لوبوزيجيال هذا اللي هو ناقص 4.5 وقد تعطينا ناقص 15.5 ناقص 9.3 ناقص 6.2 غادي تعطينا ناقص 9.3 ناقص غندره زائد وغنكتب الوبوزيجيال هذا اللي هو 6.2 ونحصل على ناقص 3.1 دي عدنا زائد 15.4 ناقص ناقص 11.2 دونك غادي ناقص العدد الأول كما هو و 15.4 ناقص غنحوله زائد والعدد الثاني غنكتبه مقابل دياله مقابل ناقص 11.2 هي 11.2 ونحصل على 26.6 ننتقل إلى التمارين 11 إذن نجيب عليكم حفل القواعد فقط إذن تحفظون القواعد وتطبقونها كما انزلت إذن هذه الطريقة اللي درنا في الإجزرسيس 10 سنتطبقها في الإجزرسيس 11 إذن هنا وجدت لكم التمارين لكي لا نتوجه عليكم الفيديو كما قلت A ناقص زائد 10 ناقص زائد 17 هذا نكتبه كما هو 10 ناقص نحوله الزائد ولعدد تاني كنكتبه مقابل إذن زائد 17 كنتعطينا ناقص 17 وعدنا إشارة مختلفة ونأخذو إشارة العدل الأكبر اللي هي ناقص ونضيرو 17 ناقص 10 اللي كنتعطينا ناقص 7 ناقص 27 ناقص زائد 13 كنتعطينا ناقص 27 ناقص كنحولوه الزائد وكان المقابل دي التاني اللي هو ناقص 13 وكانحسبوه هادي جدا ناقص ناقص هنضلو ناقص ونضلو جمع العددين اللي كان نحصلوه على ناقص 40 بالنسبة للسي ناقص 2.5 ناقص 23.5 اللي كنتعطينا ناقص 2.5 ناقص كنديرو الزائد والبوزيديا 23.5 هو ناقص 23.5 كنحصلوه على النفس الإشارة ناقص ناقص كنديرو ناقص ونضلو جمع العددين كنحصلوه على ناقص 26 دي عدنا ناقص 27.6 ناقص ناقص 14.2 أربعة كنتساوي العدد الأول كما هو ناقص كنحولوه الزائد ونضلو مقابل دي الثاني ونحصلوه على جمع عددين اللي هم إشارتين مختلفين كما تلاحلو هنا يعدنا ناقص وعدنا الزائد ناقص ناقص إشارة العدد الأكبر 37 كبر من 14 ناقص ونضلو فرق العددين ونحصلوه على ناقص 23.2 إذن هنا كنقرأ لكم الأجوبة باش ما نطوش عليكم 9.3 ناقص ناقص 12.7 كتساوي لعدد الأول كما هو 9.3 ناقص كنحولو زائد وكندير لعدد الثاني اللي هو 12.7 فلو عدنا جمع هذه 22 فاصلة صف اللي هي 22 20 لإجرسيس 12 نفس الشي كالكولي وعدي نحسبو بنفس الطريقة دونك عدنا عفوان 5 ناقص 7 كتعطينا 5 ناقص كنردوه زائد ولوبوزيديل 7 هو ناقص 7 اللي كتعطينا زائد ناقص ناقص 1 7 كبر من 5 وندير 7 ناقص 5 اللي كتعطينا ناقص 2 بناقص 11 ناقص 2 نفس الشي كنكتبو ناقص 11 كما هي ناقص كنحولوه الزائد لوبوزيديل 2 هو ناقص 2 وكن نحسبوه عادي ناقص 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 وندرجة من عددين لكي ساوي ناقص 13 دونك سي 47 ناقص ناقص 5 47 ناقص 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 زائد والمقابل ناقص 5 هو 5 وكن نحصلوه على 52 اللي دي دي ناقص 54 ناقص ناقص 18 دونك نكتبوه العدد الأول كما هو ناقص كنردو زائد وكن دير المقابل الثاني نحصلوه على إشارة مختلفة كناخدو الإشارة الكبير اللي هي ناقص كندر فرق العددين كنحصلوه على ناقص 36 ناقص 45 4 ناقص 28 2 كتساوي نفس العدد الأول كما هو ناقص كنردو الزائد المقابل ديت 28 فاصلة جوج هي ناقص 28 فاصلة جوج دونك عدنا ناقص مع الناقص كندر الناقص وندر جمع العددين اللي يعطينا ناقص 73 فاصلة 6 دونك نتمنى تكون فهمتوا هاد الإكزرسيس مزيان دونك نحن نشيو دابا الإكزرسيس إكزرسيس 12 إكزرسيس 14 إكزرسيس 14 بردن رول يال الإكسبريس إيقال دونك هادي نربط بالمتساوية دونك العمليات المتساوية أو التعابير المتساوية دونك 13 ناقص 22 هي شنو هي 13 ناقص غنردو زائد و20 غنردو ناقص 20 دونك تعطينا 13 زائد ناقص 20 مما ناقص زائد تعطينا دونك 13 ناقص 200 تقني 16 ناقص غنردو زائد و ناقص عشر غنردو غنردو مقابل جلو 20 ناقص 13 زائد 20 نفسها هي ناقص 13 ناقص ناقص 20 ناقص 13 زائد 20 ناقص 13 زائد 20 إذن هي هذه نتوزل آخر إجزارسيس 14 determine the operations just and the operations false and corrigir the false نحضر العملية صحيحة هنا ونصح الخطأ ناقص 9 زائد 40 ناقص 13 نشوفه واش صحيحة ونقص هنا ناقص 9 زائد 4 ناقص 9 زائد 4 ناقص مع الزائد ناخد إشارة العدد أكبر 9 أكبر من 4 ناقص 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 4 ناقص 5 هذه غلطة فوق تكشبه فيها فوق ونصحوها كما هي بتا هي فوق لماذا؟ غديني أمركم علاش علوة 18 زائد ناقص 4 عدنا زائد مع الناقص ناخد إشارات الكبيرة اللي هي 18 ناخد زائد ونذيرو 18 ناقص 4 غنحصلو على 14 وهوما كاتبين 22 ضون قليل فوس C ناقص 10 ناقص 17 صحيحة علاش؟ حيث غدتولي لدينا ناقص 10 زائد ناقص 17 لغا تأتينا ناقص 27 D سبعة ناقص ناقص 4 سبعة ناقص ناقص 4 كنا عندكم هنا دونك سبعة هي سبعة ناقص غيولي زائد وناقص ربعة غاتولي 4 غاتولي 7 زائد 14 والنتيجة هنا خاطئة حيث دونك ناقص 3 دونك اللي فوس دونك اللي فوس دونك اللي فوس دونك لماذا حيث عدنا ناقص ناقص 11 هي زائد 11 زائد 11 زائد 5 فاصلة 5 كتعطينا 16 فاصلة 5 إذن هنا وصلنا لنهاية ديالفيديو ديال هاد النهار متمنى تكونوا فهمتوا مزيان تمارين وما تنسوش تبقوا غير القواعد إن شاء الله غادي تفهموا التمارين كامل بإذن الله إذن نتلقوا إن شاء الله في فيديو جديد